اللي بيتضرر منها النادي بشكل عام بصورة واضحة للغاية وهو ملف التحكيم المصري للأسف للأسف احنا كنادي أهلي بالتحديد عننا منه بشكل كبير جدا 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 والحلول ما بقناش عارفينها لأن ما فيش نية واضحة عند المسؤولين لتطوير منظومة التحكيم في مصر وللأسف دي حاجة سلبية جدا جدا مش عن نادي الأهلي بس على منظومة الكرة المصرية بشكل كامل لكن تقول لي مين؟ تقول لي مين؟ في خلافات في صراعات داخل لجمة الحكام بالتحاد المصري وكرة القدم ده أمر مؤكد ده أمر مؤكد أنا بقول لك معلومة خلافات وصراعات شديدة وبيتسبب فيها شخص واحد وبعينه تمام؟ وهقول له حضراتكم على اسمه لكن بالتحديد خلينا نتكلم على خطاب النادي الأهلي النهاردة وهو الخاص بإرسال إدارة النادي الأهلي بالأمس خطاب الاتحاد المصري لقرة القدم بيطلب فيه التحقيق فيه الأخطاء التحكمية المثيرة للجدل هل فيه أخطاء تحكمية المثيرة للجدل؟ لا طبعا فيه طبعا فيه مليون في المية واللي يقول غير كده يبقى هو واحد مش بيتفرج على المطشاط مش متابعة مش حقاني ما لهاش حل تاني تمام؟ مطشط مصر الأخير فيه كوارث مش أخطاء كوارث ضرب الجزاء صحيح على النادي الأهلي بتاعت أفشة اللي خاد فيها أفشة عشرين غرزة خاد فيها أفشة عشرين غرزة بس للأسف عبدالعزيز السيد ما لاداش وليد عبدالرازق وليد عبدالرازق كده 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 كتواضح بص بص اللقطة دي يا جماعة حجنيني أكسم بالله حجنيني أكسم بالله حجنيني مش لقيلها أي تفسير والله عمالة لقيلها أحب أدور لها على أي مبرق مش لاقي مش لاقي حمد فتح بيعترد حتقول لي يا أمير احنا تكلمنا في الموضوع أو المبرح ماشي يا سيدي حتكلم فيه تاني وعاشر حمد فتح بيعترد بص بص بينه بص بينه كابتن ولي عبدالرازق أهو جيت إتا جيت يا بتقول لي أهلا وسهلا أخيرا نعم فرصة ديك انذار خد يا باشا الانذار أهو يلا ما بقولش إن نية الحاكم حاجة معينة أنا بقولك اللي أنا شايفه واللي حضرتك شايفه واللي حضرتك واخد بالك منه واحد ملحقش يقول إزايك يا كابتن وليد ملحقش حتى يقولها ولو قاله إزايك يا كابتن وليد عامل إيه أولو بيقول له مثلا شكرا كابتن وليد على المبرانة نهار ده اش عافيه كان حيطلع له الانذار برضو هل بقى عشان متولي لو خاد الانذار يتوقف مطش الكمة هل بقى الأسباب أخرى هل هو متضايق من متولي في حاجة معينة متولي مضايقه عمله حاجة بتاع مش عارف مليش دعوة مش هدخل في نوايا حد بس اللقطة واضحة بالنسبة لنا كلنا كلنا ما فيهاش أي نقاش بخلاف طبعا قصة أفشة ضربة الجزاء الواضحة جدا بخلاف التدخل العنيف والمتهور على محمد شريف في إحدى الحالات أثناء المبرانة بقولش هنا ضرب الجزاء بس كنت بقول إن هي تستوجب العودة للفر ربما كان يبقى فيه هناك حالة طرد لكن للأسف الفر لهو هنا نايم والحاكم الكابتن وليد عبد الرازق برضو ما تعرفش تعرفش موقفه ايه أحاول أنطقي مصطلحاتي على الدماء فالأهلي ليحق ليحق فأكمل لكم خبر النادي الأهلي أو الخطاب اللي كمان الأرسال لنادي الأهلي اتحاد المصر ريكورت القدم قالك والتي وقعت بحق فريق الأهلي طبعا أصدع على أخطاء التحكمية المسيرة للجدل بحق فريق الأهلي في مبارياته الأخيرة بالدور والعمل على إرساء العدالة المنشودة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنفسة هل يا جماعة ده أول مرة الأهلي يبعد خطاب الالتحاد على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا بخصوص التحكم؟ مش أول مرة طيب هل الأهلي في إيده حاجة تانية يعملها؟ هل الأهلي في إيده حاجة تانية يعملها؟ دي حاجة تتعلق بالنادي الأهلي ومجلس إدارته هم أضرب كل شيء لكن إحنا حضرتك يعني ما هم مفروض أن أنت بتشتكي على أمل الإصلاح على أمل التنبيه على أمل لفت النظر للمسؤولين عن الكرة المصرية وعن لجنة الحكام في تعديل المقف هو هنا أفشة جماعة بس هنا سأقول هو الدم ده إيه؟ يعني أفشة مثلا بيمثل عارفين مثلا زي الأفلام وسلسلات كده بيبقى في حاجة زي شبه الدم كده مثلا لما حد يكون ضرب حد بالنار حاجات الكوميديا والتراجيدية والأكشن والكلام اللي يحيي والساسبينس والحاجات دي مستحيل ده واحد واخد بوكس في حاجبه والعين زي ما بيقولوا عليها حارس الحمد لله بوكس خليها ياخد عشرين غرزة مين اللي لمس الكرة الأول هنا؟ أفشة ولا غيره؟ أفشة طب في أن الكابتل عبدالعزيز السيد الله أعلم هل الفيشة بتاعت الفركة متشالة الله أعلم هل في أي حاجة من الحاجات اللي الله أعلم لكني ضرب الجزاء ولا لأ؟ ضرب الجزاء مليار في المية أنا بقى لك الكرة تاعتيريت الجهالية بيبو بتاعت محمد شريف عشان سمحت أحد خبراء التحكيم أحد خبراء التحكيم اتكلم وقال لك إيه؟ قال لك كان الكابتل عماد متعب أعطاقت بيقوله رجله كانت ممكن تتكسر رجل محمد شريف كانت ممكن تتكسر قال له هي قصرت يعني إحنا مفهول نستنى إحنا مفهول نستنى لما رجل اللعبة تتكسر عشان ياخد اللعب المتهور اللي دخل التدخل العنيف ده ياخد حالة طارد مثلا عشان الفار حتى ينادي يقوله تعالى شيك معي على الحالة دي نشوف الوضع إيه؟ تعالى نفكر مع بعض بصوت عالي أما الفار معمول لي يا جماعة؟ الفار معمول لي فتاق حد من خبارات تحكيم يقولك هي رجله تكسرت لا يا سيدي ما تكسرتش لا يا كابتن ما تكسرتش هل أنت يا كابتن كنت منتظر إن هي تتكسر عشان تقول إن الكرة دي فيها تدخل عنيف وتستوجب على أقل تقدير العودة لتكنية الفار إن الفار ينادي الحكم وليد عبد الرازق فيرجع يشوف هل كان ده اللي منتظر هل ده اللي إحنا كنا مستنينه دي كانت ممكن تجيب للعب كسر مضاعف كسر مضاعف بدون مبلغة بص يا سيدي كسر مضاعف بدون مبلغة فهدي خطأ من الأخطاء الست دعائق اللي في الوقت بدلت ضايع يتلعبنا منهم كم دي يا جماعة يا جماعة هنفضل لحد إنت كده هنفضل لحد ده ربنا سطر والله في التدخل ده فحاجة لأسف صعبة جداً عندنا مشاكل تحكيم نتمنى للاجتماع اللي يقول إنه هو النهاردة ما بين ربطة الأندية المحترفة والتحاد المصري لكرة القدم وأيضاً كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام يكون نتيكتو أولي نتائج إيجابية في صلاح الكرة المصرية بشكل عام مش في صلاح النادي الأهلي الأهلي أرسل خطابة في انتظار الرد من الاتحاد المصري لكرة القدم